رحبا بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ولقائه بسيد الرئيس محمود عباس استهل رئيس الوزراء محمد اشتية جلسة الحكومة الاسبوعية مؤكدا على أهمية توقيت الزيارة لمتابعة الحراك الجاري في المنطقة والعالم جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ضيفا عزيزا على أخيه الرئيس محمود عباس أبو مازن وباسم أخي سيادة الرئيس والحكومة نرحب بزيارة جلالة الملك بشخصه وبما يمثل وبتوقيت زيارته الهام لمتابعة الحراك الجاري في المنطقة والعالم ومع استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية أكد اشتيا على أهمية الاحتكام إلى صندوق الاقتراع من أجل التجديد والديمقراطية مهنياً الكتل والأشخاص الفائزين داعياً إياهم إلى بدل ما هو ممكن من أجل تسهيل خدمة المواطنين وقضاء حاجاتهم الخدماتية أول أمس كان يوم مشرك في حياتنا الديمقراطية والمؤسساتية حيث استكملنا الانتخابات البلدية والقروية بنجاح كبير وبنسبة مشاركة مقبولة تؤكد على أهمية الاحتكام إلى صندوق الاقتراع من أجل التجديد الديمقراطي ورأينا التعطش للديمقراطية والمشاركة ونحن نريد ذلك من أجل التعددية والشمولية لتعزيز جبهتنا الداخلية وصولاً إلى المصالحة والانتخابات العامة بما فيها القدس ولمواجهة التحديات التي تواجهنا محلياً وإقليمياً ودولياً وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حراكاً إسرائيلياً متجاهلة قضايا شعبنا شدد رئيس الوزراء على أنه مهما حاولت إسرائيل تجاهل حقوقنا ومواصلة انتهاكاتها واعتداءاتها فإن ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً على مواجهة الماكنة الإسرائيلية التدميرية لأرضنا ومقدساتنا مؤكداً أن لقاءات التطبيع العربي دون إنهاء الاحتلال ما هي إلا وهم وسراب ومكافأة مجانية لإسرائيل محذراً في الوقت ذاته من الاستمرار في السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى المبارك التي ستؤدي حتماً إلى تصعيد غير مسبوق إننا نتابع بقلق شديد الحراك الذي تقوم به إسرائيل في المنطقة وهي تقوم بذلك تتجاهل قضايا شعب نصفه تحت الاحتلال والنصف الآخر في المخيمات والشتات إننا نقول مهما حاولت إسرائيل تجاهل حقوقنا والاستمرار في الاستيطان وإقامة الحواجز والقتل والاعتقال وتدمير لكل فرص السلام معنا فإن ذلك لا يزيدنا إلا إصراراً على مواجهة هذه الماكنة الإسرائيلية التدميرية لأرضنا وأهلنا ومقدساتنا وإن الذين لا يريدون أن يروا الحقيقة يعلموا أننا سنبقى أوفياء لأرضنا ولمقدساتنا ولأمتنا العربية ولتاريخنا وحاضر أمتنا وحرية شعبنا البطل القادر على إفشال كل المخططات الرامية للنيل من حقنا في الاستقلال والسيادة والحرية نحذر من الاستمرار إسرائيل في الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا والسماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى الشريف إن هذا الأمر لم يعد يحتمل هذا واطلع اشتي الوزراء على نتائج مشاركته في منتدى الدوحة ولقائه سمو أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني وتسليمه رسالة من السيد الرئيس محمود عباس ولقائه رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني متقدما باسم الحكومة بالشكر لقطر وأميرها على إعادة النظر في آلية استقدام موظفين فلسطينيين إلى قطر وفي عمل اللجنة القطرية لمساعدة القدس إجابة أكرم فروغ تلفزيون فلسطين